قولوا عليك أنك حاقدة إيديولوجيا على حركة النهضة والإسلاميين كيف ممكن لا ما عنديش حقد أنا ما عنديش حقد لا لا ما عنديش حقد مش مسألت حقد أنا مسألت مشكلتي معهم هما أنهم عندهم على النهضة ولا مع الغنوشي شخصيا لا لا غنوشي معادي ما حتى مشكلة شخصيا ريت أنكم في حياتي مرتين ولا ثلاثة يعني هكذا ما الليلة من شخص نوش المسألة أنا السياسة متاحهم الإديولوجيا متاحهم تفكيرهم لأنه نعرف اللي قاعدين يقولوا فيه في العلن مش تتفايا صحيح فما حاجات يخدموا عليها اللوطة أنا مشكلتي معهم هو النموذج المجتمعي اللي يحبوا بشكل أو بآخر بطرق ملتوية هاو مرة مش يبدلونا قانون البساجد هاو مرة يرفضوا يتصداول قانون متاع الرياض الأطفال يعني كل كيف تتحلل وتتعمق تلقى اللي يدفعوا عليهم لم تتغير حركة النهضة لم تتطور؟ شوف في الخطاب تتطور لكن في داخلهم لستوا ما عندكش ثقة في حركة النهضة؟ باتوتفي لا 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 بصراحة الحد الآن ما أقنعونيش أنا كالثوم كنو وأنهم هما تغيروا في جوهرهم بالعكس أنا الرأي يتغيروا في خطابهم وديروا يتغيروا ديما في خطابهم يمكن نهار آخر يمكن يوليوا يستشهدوا حتى بمقولات متاع ماركس ولينينو ولكن في الأصل يخدموا بشي يغيروا من معناها المجتمع متاعنا من الصغرى يعني مع الأطفال معك وكذلك في تموقعهم في عدة قطاعات حساسة لو تعرض عليك النهضة في يوم الأيام أنك تكون وزيرة في حكومتها تقبل العرض؟ لا لا أبداً اشتركوا في القناة